اشتباكات متقطعة طوال ساعات النهار شهدها مخيم عين الحلوي فيما الأنظار كانت متجهة إلى مديرية الأمن العام حيث اجتمعت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان بدعوة من المدير العام للأمن العام بالإينابة اللواء الياس بيسري لتخرج باتفاق على وقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم تمنى أن ينجح بالمرة السابقة ما نجح لأنه لم يتم تسليم المطلوبين هؤلاء المطلوبين هن عم يتحدوا الأمن الوطني اللبناني وعم يتحدوا أمن مدينة صيدة وعم يتحدوا أمن المخيم وبالتالي لابد من تسليم هؤلاء المطلوبين هذا هو الخيار الأفضل لتسبيت وقف إطلاق النار تقع المسؤولية على الإخوة الفلسطينيين جميعاً مش على طرف واحد وأيضاً على القوى السياسية اللبنانية والسلطة اللبنانية بكل أدواتها أن نتضغط بهالاتجاه الاجتماع أكد متابعة تسليم المطلوبين باغتيال اللواء العرموجي ورفاقه وكذلك تسليم عبد الرحمن فرهود إلى السلطات اللبنانية وفق آلية تم التوافق عليها تم الاتفاق في الأمن العام اللبناني اليوم على آليات لتسليم المطلوبين تنطلق من تعزيز القوى الأمنية المشتركة بأن تضم إليها ممثلين ومشاركين عن الفصائل الفلسطينية كافة يجب عدم تلك أي فصيل فلسطيني عن مؤازرة وعزيز القوى الأمنية للانطلاق إلى تسليم المطلوبين عندها نقول أن وقف إطلاق النار سيستمر بينما النزح من مخيم عين الحلو ومدينة صيد المقفلة بنجراء الاشتباكات يبقى المدنيون أكبر المتضررين من أي خرق لوقف إطلاق النار قرار جديد لوقف إطلاق النار برعاية المدير العام للأمن العام بالإينابة بعدما فشلت كل المساعي فهل سيصمد هذه المرة أم سيسقطه الرصاص كسابقاته حسان الرفاعي صيدة الميادين